موسيقى طرف بجرأتها في طرح القضايا ما جعلها تركب الصعب وتتعرض في بعض الأحيان للانتقادات لكنها تقول بأنها لا تستسلم بسهولة وإنها عنيدة جدا أصبحت أول امرأة في الجزائر تؤسس جريدة يومية حملت اسم الفجر حاليا تدافع عن التطبيع مع إسرائيل كما يقول البعض وترى فيه سبيلا لحل القضية الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم في السؤال الصعب أرحب بضيفتي الإعلامية حدى حزام مرحبا بك سيدتي أهلا بك في السؤال الصعب على سكاينيوز عربية نسأل خير شكرا لك شكرا عليك على هذه الاستضافة أبدأ معك سيدة حد حزام مباشرة بفقرة حق الرد طبعا أول ما يتبادر للدهن في الحديث معك قضية التطبيع مع إسرائيل آخر معاركك في السوشيل ميديا بمقالك الذي كتبته قبل نحو شهرين أثرت استينكار واستهجان العديد من الجزائريين بدعوتك لأن تنظر الجزائر إلى مصالحها وتحدد موقفها من القضية الفلسطينية من جديد هل تعتقدين بأنه سيأتي اليوم على الجزائر الجديدة وتعيد النظر في علاقتها مع إسرائيل وفي دعمها للفلسطينيين أنا أعتقد أن دعم الجزائر للقضية الفلسطينية هو باقي دائم وليس هناك قضية للتجديد وإنما هو ثابت مثل ما قال رئيس الجمهورية في خطابه الأخير لجمعية الأمم المتحدة لكن أنا طرحت سؤال إلى متى نبقى نقول وحدنا في العالم العربي نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة هذا المقولة التي أستنكرها لأننا نقف مع المظلومين وليس مع الظالمين والقضية الفلسطينية هي قضية شعب عادل وهي قضية شعب مظلوم أما طرحت سؤال رأي في التطبيع لم أدعو للتطبيع مثل ما قال البعض ومثل ما تم تأويل المقال وإنما قلت هل الجزائر الجديدة مطالبة بمراجعة مواقفها مع كل شعوب العالم ولما لا مع الشعب الإسرائيلي لكني لم أدعو صراحة إلى التطبيع وأعتقد أن أهم ما جاء في هذا ما يلخص هذا الموقف هو ما قالته الصحافة الإسرائيلية عندما قالت أن التطبيع سيكون مع الشعب الفلسطيني لأن القضية هي قضية إسرائيل مع الشعب الفلسطيني وليس قضية إسرائيل مع الشعوب الأخرى سيدة حزام أنت قلت عبارة لسنا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين لكن أنت تعرف أن الجزائري تربى منذ نعومة أظفاره على شعار الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة برأيك هل الإشكالية تكمن لدى الشعب الجزائري أم لدى القيادة الجزائرية أعتقد أن هذه الفكرة زرعتها القيادات الجزائرية المتعاقبة في أذهان الجزائريين وربطت بالقدس وربطت بالدين الإسلامي على أن القدس هي رمز الإسلام وهذا مبدأ خاطئ وأعتقد أن المقولة في حد ذاتي هي مقولة خاطئة أنا أقف مع الشعب الفلسطيني بما يطلبه مننا الشعب الفلسطيني ولن أدافع على فلسطين ولن أحارب إسرائيل محل الفلسطينيين لكننا ندعم القضية بما هو يطلبه مننا الشعب الفلسطيني إذا قال نذهب إلى السلام سندعم ذهابه إلى السلام وإذا قال نذهب إلى الحرب ندعم ذهابه إلى الحرب لكننا لسنا فلسطينيين وأعيدها وأكررها لسنا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين بل الذي أعتقد أن من خذل القضية الفلسطينية حاليا هم قادة الفلسطينيين وهذا لا ينقس من حقيقة وشرعية القضية في شيء ولكن كيف تقنعين الشعب الفلسطيني بذلك؟ بأن الرئيس محمود عباس نفسه يعني اعترف بإسرائيل هو والسلطة الفلسطينية هل تعتقدين بأن حقائق مثل هذه لابد من أن تلقن من جديد؟ لابد أن تردد وأن تقال ويعاد تكرارها في الإعلام وهذا يعرفه الفلسطينيون قبل غيرهم محمود عباس سعد عدى منبر الأمم المتحدة وقال أنا أعترف بدولة إسرائيل وقال أن أمن إسرائيل هو من أمن فلسطينيين وقبله أبو عمار أو ياسر عرفات ذهب إلى أصل ووقع اتفاقيات سلام مع إسرائيل وهذا في حد ذاته اعتراف بإسرائيل وبوجودها وأن لآت الخرطوم الثلاثة لم يعد لها يعني مبرر من الاتزام بها لا للتطبيع ولا للاعتراف ولا لسلم كل هذا صار من الماضي وأول من داس على هذا المبدأ هما الفلسطينيين أنفسهم بما أنك قبل قليل سيدة حد حزام ذكرت العنصر الديني في هذه القضية هل تعتقدين بأن الجزائريين يرفضون هذا الأمر من منطلق الديني برأيك نعم هم يعتقدون أن القدس هي ثاني للقبلتين وبالتالي من واجب كل المسلمين الدفاع عليها وهذه الفكرة زرعت في رأس الجزائريين منذ حرق المسجد الأقصى سنة 67 على ما أعتقد لا أتذكر جيد تاريخ ومنذ ذلك الوقت والجزائريون يجمعون التبرعات من أجل القدس وبالنسبة لهم هي قضية الدين وهذا مبدأ خاطئ لأن القضية الفلسطينية دافع عليها غير المسلمين ودفع عليها غير العرب ودفع عليها أيضا مواطنين إسرائيليين دافع عليها إسرائيليون ويهود أكثر من دفاع الكثير من العرب على هذه القضية بما أنك ذكرت هذا الجانب الديني لابد من الحديث عن التعصب والفكر الأصولي هل تخشين على الجزائر من هذا الفكر الأصولي الذي تسبب في أزمة العشرية السوداء أو ما يوصف بالعشرية السوداء أعتقد أن هذا ما زال الصراع أو الإيديولوجيات المتطرفة ما زالك موجودة في الجزائر مثل ما هي موجودة في كل العالم العربي والمشكل هو الذي يجب أن يتصدى لهذا الفكر الأصولي المتشدد المتطرف الذي يعني عشنا على أرعب الجزائر منذ أكثر من عشريتين من الزمن هو يجب إعادة النظر في المناهج الطربوية لأن المدرسة الجزائرية لسنوات عديدة كانت هي من تفرخ الإرهاب ومن تفرخ التطرف الدين ولكن هذا كلام خطير سيدة حدى سيدة حدى حزام وضحي وضحي أكثر الجزائر كانت تفرخ هؤلاء الإرهابيين بمدرستها هل تتاهمين بأن التعليم في الجزائر هو من تسبب بهذه الكارثة المدرسة الأساسية لسنوات عديدة؟ نعم المدرسة الجزائرية توجه لها أصابع الاتهام لأن مناهج الطربوية في الطربية الإسلامية هي مناهج طربوية متطرفة صحيح عيد النظر فيها لكن من يسيطرون على المدرسة الآن ويمتزون السلطة بالمدرسة وبما صير تلمين أغلبهم من دقابات الإسلاموية التي كانت تنشط سنوات التسعينيات تحت جناح الحزب الإسلامي المحل لماذا ما زال هؤلاء يسيطرون لماذا ما زال هؤلاء يسيطرون على التعليم سيدة حد حزام لماذا ما زال هؤلاء يسيطرون على التعليم لماذا ما زالوا موجودين بقوة في المجتمع repetition تفضلي تفضلي سيدة حد حزام أعيني سؤال من فضلك قلت لك لماذا ما زال هؤلاء من وصفتهم بالنزعة الإسلامية ما زالوا يسيطرون على التعليم في الجزائر على الرغم من جاءت مرحلة في الجزائر الجزائر الجديدة تم فيها فصل الدين عن الدولة في الكثير من المجالات أرجعي فقط لسنوات القليلة الماضية لما كانت الوزيرة بنغبريت على رأس وزارة الطربية كل الحرب التي شنها هذا الطيار عليها كانت إلى حد تسريب أسئلة الامتحانات تستعملوا كل الوسائل لضربها لأنها حاولت أن تخرج بالمنظومة الطربوية وبالمدرسة الجزائرية من تحت جناح التطرف الإسلامي لكن ما زاله موجودة وما زال الفكر هذا الفكر يسيطر لكن أعتقد هو في تناقص وفي تراجع ولن يستمر طويلة شكرا لك يا سيدة حدة حزام أعطيناك حق الرد فيما يتعلق بهتين النقطتين ننتقل بك الآن لفقرة السؤال الصعب سيدة حدة حزام من جديد هذه المرة هناك اتهامات موجهة إليك يصفك البعض بأنك مع النظام في الوقت نفسه أنت ضد النظام وقت ما يحلو لك كيف تردين على هذه النقطة؟ أنا لست مع النظام أنا مع الدولة الجزائرية وأنا أدافع على المواقف الإيجابية لما تأتي من السلطة مواقف إيجابية أدعمها ولما تكون هناك مواقف سلبية أنتقدها أنا لست حزب سياسي ومعارض وإنما أنا صحفية أكتب بكل حرية ودعم الفكرة الإيجابية وأنتقد بقوة الفكرة السلبية ولم أكن يوما مع النظام بل كنت ضحية العصابة التي كانت تسيطر على مقاليد الدولة لمدة عشرين سنة وكنت ضحية هذه العصابة ومنعت من الإعلانات ومنعت من التمويل حتى تم توقيف جديدة عدة مرات كل هذا لأنني لا أجامل وإنما أنتقد حتى الآن السلطة الحالية أنا أنتقدها وأنتقدها بشدة في كثير من مواقف أرجو أن يتسع صدرك للسؤال المقبل هناك اتهامات تتعلق باستلائك على خمس شقق سيدة حد حزام منحت من وزارة الإسكان في السنوات الماضية لصحفي الفجر وهي صحيفتك أنت مدير التحريرها وقمت بتوزيعها على أقاربك أنا شخصيا لا أملك بيت في الجزائر ولا في غير الجزائر وهذه الشقق لم تمنح لصحفيين ولم تمنح وزارة السكن أي شقق لصحفيين وإنما أنا ساعدت بعض العمال وبعض الأشخاص لا علاقة لهم بالفجر على حصول على شقق وليس لأقاربي أنا أسكن في شقق ليست ملكي وشقيقتي تسكن في بيت مأجور ولا أحد من أقاربي استفاد من سكن وإنما تدخلت من أجل بعض الوضعيات الإجتماعية الصعبة وساعدتهم في الحصول على سكن وهذا حق كل المواطنين وإنما كانت لدي فقط كل ما قدمته هي خدمة لوجه الله لغير يعني يبدو بأن سيدة حد حزام يبدو بأن الخبر عار عن الصحة هكذا أفهم منك ولكن يقال بأنك لم تكون أبدا أنا شخصيا من يأتي بسكن يأتي به لنفسه أولا أنا لا أملك سكن واضح وضحت هذه النقطة في السؤال الصعب تحقق من ذلك ولكن هناك أيضا من يقول بأنك الآن أصبحت تمتلكين ما يقارب 40 مليار سنتيم في البنوك وأنت حين كنت في بداية مسيرتك حين افتتحت صحيفة الفجر لم يكن في حسابك سنتيما واحدا يعني هل يعني أولا نريد أنا الآن في حسابي لا يزيد عن 30 مليون سنتيم هم يتحدثون أنا لم أملك يوما مليار سنتيم حبيبتي أنا لم يصل رصيدي في حسابي شخصي يوما 100 مليون لم يصل منذ مسيرة المهنية أنا لدي فقط راتب وكثير من الأحيان لا أحصل عليه بسبب الصعوبة المالية واضطررت للاستدانة وبعت سيارتي أنا الآن لا أملك سيارة وإنما أستأجر سيارة أسير بها ليست لدي لدي سكن وبعت كل مجوهرات وأنت تعرفين نساء الشرق وأهمية المجوهرات بالنسبة لنساء الشرق الجزائري لا أملك حتى المجوهرات بعتها ولا أملك شيء في الجزائر وليس فقط 40 مليار لا عمري ما وصل لي في رصيد الجزري دا لم يصل يوم مليار سنتيم من أين لدي كل هذه الملايين هذه فقط لاتهامات العارية من الصحة ومحاولة لمس بسمعتي وبحريتي وبحرية قلمي وهذا أمر يعرفه أحرار جزائر جيدا ولا يهمني ما يقول الكذابون إذن لا يهمك أيضا من يقول سيدة حد حزام أنك في فترة من الفترات عرضت نظام أو فترة الرئيس عبدالعديس بوتفليقة منذ العهدة الثانية هذا مشهود لك فيه وشاركت فيه وقفات عديدة كانت تنظمها حركة بركات المناهضة لاستمرار الرئيس في الحكم لكن الآن يقولون بأنك تطبلين لعهد السيد عبد المجيد تبون هم بالنهاية يريدون أن يربطوا صفة الاستغلالية في شخصيتك لماذا؟ أنا لست استغلالية أبدا ومقالاتي ما زالت سقف الحرية عالي فيها كثيرا ربما لم أنتقد بشدة الرئيس تبون لأنه لم يتم بعد سنته الأولى وكثير من المصانب منعته من تطبيق برنامجه قضية الكورونا وقضية انهيار سعر البرميل لكن لم أطبل أبدا وبإمكانك مراجعة كل مقالاتي لم تجد يوما واحدا أنني قلت شيء إيجابي ولا حتى سلبي بالنسبة لما يقوم به تبون لكنني انتقدته بشدة في قضية سجن بعض الصحفيين وقلت أن شاب في مدينة من المدن الداخلية تظلم الدنيا في عينيه ويقول شيئا على فيسبوك لماذا هذا الشاب يسجن في عهد تبون وفي عهد الجزائر الجديدة بالعكس أنا لم أتقرب أبدا من تبون وإن كانت علاقة به قبل الرئاسيات كانت جيدة وأنا عقبت بسبب موقفي في الدفاع على تبون لما كان وزيرا أولا وظلم من قبل العصابة دفعته ليس على الشخص وإنما على مبدأ وعلى شخص مظلوم سواء كان اسمه تبون أو حتى سعيد بوتفليقة في حد ذاته لو كان فيها مظلوما لكنت دافعت عنه معروف عنك دفاعك المستميت عن الليبرالية أو ما يسمونه أيضا بالعلمانية حتى في منهم من يتهمونك وكأنها تهمة وعدائك الشرس أيضا لكل ما هو متطرف ويستغل الدين أين تقف الجزائر من هذين التوجهين برأيك سيدة حزام الجزائر صعب تحديد أين تقف الآن من هذا هي الجزائر الرسمية ترفض التطرف الديني وحاربت الجزائر الأول من حاربت الإرهاب بقوة وتطرف الديني وسمته أنه تطرف مرتبط بالتفسير الخاطئ للشريعة الإسلامية وما زالت ضد هذا لكن هناك طيارات تتصارع في المجتمع الجزائري مثلما تتصارع في كل المجتمعات العربية الإسلامية هناك طيار وهابي وهناك طيار إخواني يعبد أردوغان وهناك طيار ما زال بعد بقايا طيار اليساري كلها موجودة في المجتمع الجزائري وتتصارع خاصة على صفحات التواصل الاجتماعي ولكن ليس بالقوة وليس بالشراصة التي كانت عليها سنة التسعينات ولكن لديهم امتدادات شعبية حين ذهبين للعمق الجزائري هناك امتدادات شعبية لهذا الأمر وحدثت لك أزمة في ولاية ورقلا بسبب هذا الأمر هل ممكن أن توضحيها؟ دعم في قضية ورقلا كان هناك نوع من التأويل لأنني دفعت عن وقفة سكان ورقلا وقلت أنهم في حاجة إلى تنمية حقيقية وفي حاجة إلى كهرباء وحاجة إلى مدارس وجامعات وكل مشاريع سكن كل هذا لكن الصلاة في الشارع صلاة المغرب في الشارع التي كانت استعملوها نوع من الاحتجاج على برنامج ثقافي أو ترفيه سجلته الوزارة في الولاية صيف 2018 قلت هذا خطأ وصلاة في الشارع رأيناها سنوات التسعينات بدأت بصلاة في الشارع وانتهت المصلون في الجبال وكانوا خرجوا وسأصبحوا إرهابين وقتلوا الجزائرين وألحقوا الويلات بالشعب الجزائري قارنت هذا بهذا ففهم بأنني ضد سكان ورقلة وتم تأويلها وتم طالب حتى أنا هناك تم جمع توقيعات لمتابعة قضائين لكن انتهت الأمر بدون أي شيء فقرة السؤال الصعب انتهت ننتقل سيدة حد حزام إلى فقرة العد العكسي الإعلامية حد حزام فقرة العد العكسي معك تعتمد على الإجابات السريعة والمختصرة معك ستونة ثانية للإجابة على كل سؤال أو أقل يعني ما في مشكلة أبدأ معك بالسؤال الأول لو كان بيدك إزالة مادة من الدستور الجزائري ما هي؟ أزيل مادة الإسلام دين الدورة لأن الإسلام هو دين الإنسان وليست الدول التي تدين بالأديان ألا تخشين بأن ألا تخشين سيدة حد حزام بأن هذا الأمر قد يأتي لك بويلات ليس فقط من الشعب الجزائري حتى العالم العربي هم أحرار أنا أقول رأي وقلتها مراراً والمادة التي تحرصين على إضافتها في الدستور الجزائري هو إزالة تهم وتحريض ضد الدين وكل ما شابه ذلك ومتابعة تهم المتابعة أي من يقول رأيه في العدالة هذا ما أريده ليست لدي المادة ليست في ذهني بوضوح لكن هل أريد أن تكون هناك الحريات مضمونة في الدستور الجزائري فيما يتعلق بالتعليم سيدة حد حزام خاصة حرية المعتقد نعم فيما يتعلق بالتعليم هل يعني برأيك لابد من إزالة خصوصاً في التربية الإسلامية إزالة ربما بعض النصوص الدينية أو تجديدها نعم أنا مع إزالة بعض النصوص الدينية أو تقليل حجم الدروس التربية الإسلامية خاصة في سنوات الانتحان مثل البوكالوريا لا أرى سبباً في إدراج هذه المواد للممتحنين لكن هناك مبادئ أساسية للمبادئ العقيدة السمحة لابد من إدراجها ولكن مثلاً تعذاب القبر وكل ما شابه ذلك من دروس يجب أن تلغى لأنها تثير رعب الأطفال أكثر من ما هي ترغبهم في الدين المتسامح والدين الذي فيه هو متفتح على الإنسانية وإنما يجب إزالة كل ما هو ضد أو يكفر الآخر أو مواد قتل المرتد كل هذا أريد أن أتمنى أن يلغى من مواد التربية ما تفسيرك لانتشار الحجاب في الجزائر بهذا الشكل لدرجة أنه غير المحجبة في كثير من الأحيان توصف بأسوأ الصفات؟ أعتقد أنه صار ظاهرة اجتماعية أكثر من هي ظاهرة دينية صحيح أنه ظاهرة بعد طيار سلفي في بداية نهاية السبعينيات خاصة لكن حاليا هو ظاهرة اجتماعية أكثر هي موضع أكثر منها وازع ديني والكثير من المحجبات لا علاقة لهم بأخلاق المسلمات وأحترم كل من تختار الحجاب والتي لا تختار الحجاب عندما تختاره عن مبدأ وعن قناعة أحترم رأيها وهو في الكثير من المداخلية هو غطاء لفقر الكثير من الفقرات ليس لديهن لإمكانيات لشراء اللباس العصري وهذا أمر هو اجتماعي أكثر من ما هو ديني وحدهم القبائل سيحرروننا من الغوغاء هذا كلام قلتيه هل مزج تؤمنين به؟ نعم طبعا فقط لنوضح سيدة حد حزام القبائل في الجزائر هم الأمازيغ فقط لنوضح للمشاهد الذي يسمعنا القبائل في الجزائر هم الأمازيغ نعم أقول لهذا عن منطقة القبائل عن كثير من المناظرين من منطقة القبائل وما زلت مؤمنة بذلك وإن كنت أعارض الكثير من تطرف في منطقة القبائل أيضا هناك تطرف عند بعض الأمازيغ أنتقده بشدة أيضا أنا أنتقد كل أنواع التطرف لكن لا أحد ينكر النضال الذي قدمه المناظر الأمازيغ سواء حاليا أو حتى في الثورة التحريرية هذا لا ينكره أحد بماذا تصنفين أو في أي إطار تصنفين المعارضة في الجزائر؟ أعتقد أنها المعارضة هي تمشي بأوامر المعارضة هي مثل الموالات هي أيضا تستجيب لبعض الأطراف سواء في السلطة أو خارج السلطة وهي لم تقدم في سنوات الأخيرة أي بدائل وإنما أعتقد أنها عطلت الكثير ورفضت مثلا المشاركة في حوار وطني أو إطلاق حوار وطني لإيجاد مخارج للأزمة في كثير من أحيان صارت تعرق الإيجاد الحلول أكثر من تقدم الحلول والبدائل شكرا جزيلا لك الإعلامية وصاحبة الرأي الحر كما توصف حد حزام إن شاء الله تمر الحلقة على خير ولا توثير تلك الضجة التي أثارها مقالك عن التطبيع شكرا جزيلا لك سيدة حد حزام في السؤال الصعب على سكاي نيوز عربية عفو شكرا لك أنت شكرا إذن شكرا لمتابعين يمكنكم مشاهدة الحلقة والحلقات السابعة على المنصات الرقمية لقناة سكاي نيوز عربية شكرا شكرا